أصبحت الخروقات التركية في المنطقة بشكل العمومي وليبيا خاصة تشكل مخاطر لا تحصى وذلك عبر انتهاكاتها الصارخة في إغراق البلاد بالسلاح والمرتزقة من أجل استمرار حالة الفوضى وسيطرتها على الثروات فقد حذر مؤخرا خبراء بالاتحاد الأوروبي من الفشل الذي بات يهدد العملية الأوروبية إيرني بمنطقة البحر المتوسط خاصة وأن العملية انطلقت قبل أشهر لمنع تضفق الأسلحة إلى ليبيا وجمع المعلومات عن تهريب النفط وتعزيز خفر السواحل بما يقطع الطريق على الطامعين في استنزاف ثروات البلاد وتحديدا تركيا التي تسعى إلى استخدام ورقة لابتزاز دول المنطقة حيث كشف الخبراء أن أنقر اختارت تحويل ليبيا إلى مستنقع للفوضى للسيطرة على ثرواتها أولا ولتصفية حساباتها مع خصومها الأوروبيين وعلى رأسها فرنسا واليونان الرافضتان لنقل عناصر داعش إلى ليبيا الواقعة قبالة السواحل الأوروبية إذ أجرت تركيا العديد من المناورات البحرية والجوية داخل المياه الإقليمية الليبية بعد الإعلان عن انطلاق إيرني التي أدركت أنقرة أنها ستذيق الخناقة على شحنات السلاح والمرتزقة الذين تنقلهم إلى ليبيا إلا أن السلاح التركي والمرتزقة لم يتوقفوا عن الوصول للبلاد عن طريق مطارات أنقرة واستنبول وكذلك المناورات البحرية التركية بالمياه الإقليمية الليبية ما يحيب أن أنقرة في تصعيد مستمر مع أوروبا خاصة أن إيرني تقودها اليونان الدولة التي لها خصومات كبيرة مع تركيا السعية للسيطرة على الجزر اليونانية الواقعة شرق المتوسط وبالرغم من تماكن إيرني منتصى في يونيو الماضي من إيقاف خروقات تركيا في البحر المتوسط عبر احتجازها العديد من الزوارق والسفن التابعة لها إلا أنها أخلت سبيلها بعد ضغوطات على بعض دول الاتحاد الأوروبي فالعملية أصبحت لا تكفي بل هناك ضرورة تحتم المراقبة البرية والجوية خاصة في القواعد الواقعة تحت سيطرة تركيا والمتمثلة في عقباب النافع ومعيتيقة والتي باتت تشهد نشاطا مريبا من طائرات نقل تركية تصل اتباعا برحلات أسبوعية